هلو هلو حبيب الحلوين جيت فور عاملين ايه النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض lesson number one في concept 3 بعنوان windmills and watermills يعني جاي بعنوان حاجة اسمها طاحونة الهواء والطاحونة المائية هي ايه دي؟ قال لك يا سيدي كنا زمان قوي كنا نستخدم الطاقة بتاعة حركة المية وحركة الهواء علشان نطحن الحبوب ونقدر ان احنا نحصل على الدي بدل من جيب عمال كتير ونبدأ نعود نطحن وكل واحد ياخد له حبة ويقعد يطحن فيهم لا احنا هناخد شوية الهواء والرياح اللي بتحصل دي وناخد منها طاقة الحركة ونبدأ نستغلها في ان احنا نحرك الات معينة نخليها تطحن الحبوب تعمل grinding grains او نقول عليها crush grains يعني تطحن الحبوب سواء بقى عن طريق حركة المية او عن طريق حركة الهواء بس الكلام ده كان زمال لما كنا بنقول عليها حاجة اسمها windmill وووترمل الجديدة منها هتلاقيها باسم جديد بس تعالة نشوف دلوقتي القديمة كانت بتميز بايه وكانوا بيستخدموها ازاي يلا بينا قال لك اول حاجة احنا عايزين نتكلم عن الwindmill الwindmill اللي هي طحونة الهوائية اللي بتستخدم الطاقة الحركية بتاعت الwind الريح نقسمها windmill المال اللي هي طحونة والهويند يعني رياح يبقى الطحونة الهوائية تمام سيقول the wind movement يعني حركة الرياح generates kainetic energy هتولد حركة which moves the mills blades يعني mills blades يعني زي ما انتو شايفين اللي قدامكم الصورة دي بيكون فيها زي رياش المروحة كده رياش المروحة دي بنقول عليها بالانجليش blades 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 وانتو تلاحظ ان الريح بتاعتها دي تكون طويلة وكمان عددهم كان فور العدد دا ما بيتغيرش على فكرة تمام يبقى تاني windmill the wind movement generates kainetic energy حركة الريح بتنتج حاجة اسمها kainetic energy طاقة حركة which moves the mills blades تحرك باتتحرك تحرك تحرك تتحرك يكام ايه الريح تنسفير الريح تتحرك في اتجاه تبدأ البلايدز اللي هي الألواح دي تبدأ تتحرك بسرعة 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 الحركة دي الكينيتك انرجي دي هنقدر ان احنا ننقلها للأجزاء اللي جوة الواندمر ونخليها تبدأ الأجزاء اللي جوة الداخلية جواها هتشوفها في الفيديو دلوقتي هي قدامك تبدأ تتحرك وتطحن الحبوب اللي داخله تبدأ تطحنها وتفرمها وخليها بودرة حد ما نقدر نحولها للدي اللي انت شايفه ده تمام طيب يبقى احنا بنستفيد من الويند حركة الرياح دي احنا مش بنعمل فيها حاجة هي بتتحرك فاحنا بناخدها نبدأ نستخدمها نخلي الويندمر دي تبدأ تتحرك بيها البلايدز اللي هي الرياح دي تبدأ تتحرك تعمل كينيتك انرجي ناخد الكينيتك انرجي دي نوصلها للأجزاء الداخلية في الويندمر تبدأ تتحرك الأجزاء الداخلية للويندمر دي تبدأ تتحرك وتطحن الحبوب اللي هي القمح بقى والغلة والحاجات دي كلها نبدأ نطحنها بعد ما تطحن خلاص انا وصلت الهدفي وعملت جريندنج جرينز او كراش جرينز تحنت الحبوب وحولتها كمان ايه ليد دي اللي انا عايزة استخدمه عشان ايه اغبز اللي ايه اللي عايش بقى وكل الحاجات دي تمام بيقولك كمان مميزة في حاجة ان هي لو كوست يعني مش مكلفة انت زي ما انت شايف كده في الفيديو ان هو راجل شخص واحد بس الواقف مش محتاج مية عامل عشان نقدر نعمل جريندنج جرينز عن طريق الويند ميل لأ الموضوع مش مكلف خالص تمام جول كمان ان هي كمان مش بتحتاج مثلا الاكتراستي ولا اي حاجة من الحاجات دي فهي مش مكلفة كمان ان هي رينيبول انرجي ريسورس يعني مصدر الطاقة اللي هي بتستخدمها هي الويند الرياح والويند دي حاجة متجددة عمرها ما بتنتهي ولا بتخلص الويند الهوى ده عمره ما بيخلص فهي الطاقة اللي بتعتمد فيها علشان تقدر تشتغل هي رينيبول انرجي هي طاقة متجددة تمام طب وكمان بيقول sometimes the wind doesn't blow ساعات كمان بنلاقي ان الرياح مش قوية قوي وما فيش ريح ما بتتحرك فبالتالي هتلاقي ان الويند ميل دي ما بتتحركش الرياح بتاعتها مش بتتهز ولا حتى بتتحرك كده غير حركة مثلا بسيطة ما اقدرش هستخدمها واقدر بعمل بيها جريندنج جرينز في ساعتها هتلاقي الويند ميل دي توقف فبالتالي الويند ميل دي مش هتقدر تتحرك يعني مش هتقدر ان هي تعمل وظيفتها وان هي تبدأ تتحرك وتدنقل الطاقة دي للاجزاء الداخلية جواها وتبدأ تعمل الكينيتك انرجي وتبدأ تخلي يحصل جريندنج جرينز او كراشنج جرينز تمام وصرت كده يجي بقى على الجزء اللي بعده هو الووتر ميلز اللي هو شكل تاني للميل بتاعتنا هي بدل ويند ميل فهتكون ووتر ميل يعني ووتر ميل يعني الطاحونة المائية يعني بنستخدم فيها حركة المية علشان برضو نطحن الحبوب فبيقول ايه ها تعالا نقرأ مع بعض يعني ايه يعني بيقول لك نفس اللي بيحصل في الويند ميل ان احنا بنستخدم حركة هنا بقى المختلف عن الويند ميل والووتر ميل ان احنا هنا في الووتر ميل بنستخدم حركة المية لكن في الويند ميل كنا بنستخدم حركة الهوا الرياح الووتر ميل بيقول ايه قال ان انا بستخدم حركة المية فببدأ ايه اوصل لكاينيتك انرجي طب وبس كده لا ببدأ انقل الكاينيتك انرجي دي للاجزاء اخرى في الووتر ميل علشان تبدأ تطحن الحبوب تمام كمان هي بتتميز ان هي low cost يعني هي قليلة جدا في تكلفتها مش بتحتاج تكلفة كبيرة وان هي بتستخدم كمان مصدر للطاقة متجدد هي المية دي وعمرها ما بتخلص ولا بتنفذ فهي فعلا بتعتمد على مصدر لحصولها على الطاقة في مصادر متجددة المية دي حاجة متجددة حاجة ما بتنتهيش ما بتخلص فهي بتعتمد على ايه على الرينبل انرجي رسوس بتعتمد على مصادر متجددة من الطاقة لساعات المية بتتعرض ان هي بتجف ولما هتجف هتلاحظ ان مش هتتعقل يعني الووتر ميل اصلا بتعتمد على وجود والمية وحركتها فانا بقولك المية جفت المية مش موجودة هل يا ترى الووتر ميل دي هتقدر تشتغل هتقول لي لا مستحيل تشتغل فهيقولك فعلا يعني الووتر اللي احنا بتستخدمه عشان تحرك الووتر ميل دي هنلاقيها جفت طب هيحصل ايه قالك so the water mill don't move وبالتالي الووتر ميل دي مش هتشتغل so they are unable to do their job وبالتالي هي مش هتقدر تعمل وظيفتها فهي دي يعني مشكلة ممكن تواجهها بس اكيد في اوقات صغيرة من السنة مش على طول يعني بيحصل الموضوع ده بس هو عايز يفهمك ان هو ممكن يتعرضوا يعني ان في وقت من الشهر او وقت من الشهور ايه ممكن يحصل الووتر ميل او الويند ميل اتشتغلش بسبب زروفا ما تمام نيجي هنا بقى ونبقى عايزين اتكلم عن الولد ميلز عايز يعرفني الفرق ما بينهم هل يا ترى فيه فرق اكيد او طبعما قلنا عليها حاجة اسمها اولد ميل وحاجة اسمها مودرن توربينز ليهم اسامي مختلفة يبقى اكيد فيه حاجة مختلفة ما بينهم تعالى نشوف طب ويا ترى الاتنين كانوا اننا بنستخدمهم علشان نعمل جريندينج جرينز ولا كل واحدة فيهم كان ليها جوب ليها وظيفة تعالى نشوف اهلي اسديد احنا عندنا الولد ميل اللي احنا اتكلمنا عنها فوق دي كانت بتستخدم الويند كطاقة اللي انتقدر نتحرك بيها صح ولا لأ فزي يوز ويند as an energy resource يعني هي بتستخدم الويند الرياح كمصدر للطاقة كمان they have openings in their blades يعني بيقول ان الرياش بتاعة الويند مال دي بتكون فيها فتحات فيها ثقوف صغيرة كمان بيقولك they have more blades than those of the modern ويند توربينز يعني بيقول ان الرياش بتاعة الويند مال دي بتتميز ان هما كتير اربعة four blades لكن لما هتشوف المودرن والتوربين هتلاحظ انها فيها three blades فيها ثلاث رياش فقط تمام؟ يبقى ركز معايا واخد بالك من الرسمة خلي الرسمة تتحفر في دماغك مع الكلام اللي انا بقولهلك عندنا هنا في الويند مال دي فيها four blades لكن المودرن توربين دي فيها three blades اوكي؟ تمام يقول number four عندي than those of the modern ويند توربينز عندها four blades لكن المودرن توربين عندها three كمان الويند مال دي تعتبر shorter than modern ويند توربينز اوكي؟ في حاجة كمان اخر حاجة عايز اقولك عليها ان الويند مال كانوا بيستخدموها لهدف واحد بس هو crushing green يعني طحن الحبوب نقول عليها crushing green او نقول عليها grinding greens فهي نفس المعنى تمام؟ تعالا نتكلم بقى عن modern wind turbines يقولك الويند توربينز بتتميز بردو بردو انها بتستخدم الويند كمصدر للطاقة يبقى they use wind as an energy resource وكمان بيقولك they don't have openings in their blades يعني ايه؟ يعني بيقول انها ما عندهاش فتحات صغيرة في الرياش بتاعتها الرياش بتاعتها تلاقي غفاية كده بمعصاصة وما فيهاش اي حاجة ما فيهاش اي تفاصيل صح؟ فبي ايه؟ they don't have openings in their blades كمان number 3 بتقول they have few blades يعني ايه few blades؟ يعني عندها رياش قليلة عندها 3 لو لاحست لكن ال old كانت عندها كام 4 يبقى الم modern عندها كام 3 قول معايا 3 blades 3 blades فاحنا نقول عليها ايه؟ they have few blades than those of the old windmills تمام؟ كمان بيقول they are taller than old windmills يعني المodern توربين تعتبر longer than طويلة عن مين؟ عن ال old windmills ويه؟ اخر حاجة بقى special دي خد بالك منها كويس قوي دي المodern منستخدمها ليه؟ they are used in generating electricity generating electricity يعني احنا بنستخدمها علشان نولد منها الكهرباء نولد منها الكهرباء لكن ال old windmills مكنش نعرف حاجة اسمها electricity ومكنش بنهتم بالموضوع ده وكنا زمان كنا بنستخدم الكول لا 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 انا عايزة استخدم ال wind عايزة استخدم renewable resource of energy يبقى حاستخدم مين؟ المودرن توربين المودرن توربين المودرن توربين دي هتستخدم ايه؟ هتستخدم ال wind to generate electricity عشان تولد الكهرباء لكن ال old windmills بتعمل ايه؟ use the wind استخدم ال wind بس عشان grinding grains أو crushing grains استخدم الحبوب فقط لا غيره فهمت الفرق؟ تعال بقى عايزين نتكلم عن بردو ال watermel وال modern watermel يعني انا عايز اتكلم بردو عن طحونة الماء القديمة والجديدة مالهاش نفس يعني ولا ايه؟ لا لازم نهتم بكل حاجة ركز معاي هو نفس الكلام على فكرة بس الفكرة في ايه؟ ان هناك كنا بنقول ان المصدر الطاقة هي ال wind هنا عنقول مصدر الطاقة هي movement of water حركة الماء بس كده بيقول old watermel they use the movement of water as an energy resource يعني احنا هنا بنستخدم حركة الماء هي كمصدر للطاقة they are used in crushing grain يعني احنا بنستخدمها علشان تحن الحبوب او تكسير الحبوب فاتفات الحبوب نحنا نقدر نوصل للفلاور اللي هو الدقيق طب ال modern wind turbine قالك بسيطة modern water turbines they use the movement of water برضو بتستخدم حركة الماء كمصدر للطاقة بالنسبة لها ولكن احنا هنا مش بنعمل grinding grains لا 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 بنعمل ايه؟ اي حاجة modern يبقى بنستخدمها في generating electricity اي حاجة modern نقدر نقول عليها modern water turbine او modern wind turbine دول كده من وظيفتهم ايه؟ ال function بتاعتهم انها هي generating electricity generating electricity لكن بالنسبة لل old water mill او old wind mill الانتنين دول اللي فيهم old دول function بتاعتهم وظيفتهم ان هما بيعملوا crushing grains او نقول عليها grinding grains بيطحنوا الحبوب زمان الانسان كان همه على بطنه كان بيدور ان هو يطحن الحبوب كانش عنده اي نسبة من التطور وكانش يعرف ازاي ان هو ايه؟ يعمل generating electricity ولما عارف ولما عارف كان بيدور على انه يولد الكهربا من اللي الكول زي ما قلنا في ال concept اللي فات لكن بقى لما الانسان اتطور والعلم بدأ يزيد وينتشر والانسان يبدأ يتعلم ويوصل لمعلومات مهمة جدا بدأ انه يوصل ازاي يعمل generating electricity من عن طريق الويند والموفمينت أوف هوت حركة الميا سهلة المهمة كده تكون بسيطة عايزة بس نعمل نوتس حاجة مهمة جدا بس برضو مهمة تقول what are the different ways we can use renewable energy to generate electricity الاشكال او طرق المختلفة علشان نقدر ان احنا نعمل generating electricity في concept number one كنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم الموفمينت of water and wind زي ما قلنا في اول اللي سنة النهاردة كمان بيقول ان solar panels اللي هي الواحي الشمسية او الخلايا الشمسية ان احنا ممكن نستخدمها علشان نستخدم الاشع الشمسية وننتج منها الالكتريستي الكهرباء فبيقول use solar energy to generate electricity احنا بنستخدم solar energy هي الطاقة الشمسية علشان ننتج منها الكهرباء which is used in light streets يعني بيقول احنا بنستخدم solar panels اللي هي الخلايا الشمسية والالواح الشمسية علشان نولد الكهرباء وننور بيها اعمالة الانوارة اللي موجودة في الشوارع وكمان قال لك ان عندي source اقدر يعمل منه generating electricity هي wind turbine اللي احنا نسا مكلمين عنه بنعمل generating electricity by using the kinetic energy of a wind بنقدر نحنا نولد الكهرباء من حركة الرياح من الطاقة الحركية اللي بتبقى بسبب حركة ايه الرياح كمان بنقدر نستخدمها عن طريق او نولد الكهرباء عن طريق ال wind الووتر تربين بنقدر نحنا نولد الكهرباء عن طريق الووتر تربين ازاي generate electricity by using the kinetic energy of water بنقدر نحنا نولد الكهرباء عن طريق حركة المياه وكده نكون خلصنا درس النهار ده عايزين نركز مع بعض ونشوف اللي هي النقطة المهمة اللي بيناقش ها الدرس وهي ازاي نحنا نعمل generating electricity وبيوضح لك ان كان زمان في حاجات كنا بنستخدمها كنا ممكن نعمل منها generating electricity بس مكناش مدركين للحاجات دي وبدأنا ان احنا نعدل في الشكل بتاعها علشان نقدر نحصل منها على electricity الكهرباء وفعلا قدرنا ان احنا نوصل للإلكتريستي الكهرباء من عن طريق الـ renewable resources اللي هي المصادر المتجددة زي solar panels wind turbines والووتر تربين التلات حاجات عدونا ان احنا نعمل generating electricity من غير ما نكون خايفين وقلانين هل يا ترى الحاجة دي ممكن تخلص في يوم من ايام هنقول لا الحاجات دي تعتبر من renewable resources من المصادر المتجددة اللي هي لا تنتهي ما بتخلص وبالتالي انا على طول مستمر في استخدامها وانا مش قلقان وبولد منها القهرباء اللي انا بعتمد عليها في كل الحاجات اللي احنا بنتعامل بيها خلال اليوم وانا ما قدرش هستغنى عن الالكتراسي كده نكون خلاصنا درس النهاردة يارب يكون سهل وبسيط عليكم لو احتجتوا اي حاجة اكتبوا لي في الكومنس وكان معاكم اسم ماري محمد باي باي